تعتزم الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني على تقديم إخبار قانوني لمدعي عام عمان يؤكد وقوع جرائم ارتكبتها الحكومة بإبرام اتفاقية الغاز مع إسرائيل المزيد في التقرير التالي خمس صفحات تضم إخبارا قانونيا ستقدمه الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني إلى مدعي عام عمان لتؤكد وقوع جرائم ارتكبتها الحكومة بإبرامها تلك الاتفاقية وذلك استنادا لأحكام المادة السادسة والعشرين من قانون أصول المحاكمات الجزائية الإخبار للمدة العام سوف يتم توجيهه ساعة 12 من بعد غد يوم الاثنين في قصر العدل في عمان الإخبار يتضمن مجموعة من المواد القانونية التي من خلالها نقول أن أصحاب القرار في الأردن خصوصا رؤساء الوزراء للحكومات الثلاثة السابقة بما في الحكومة الحالية قد قاموا بمجموعة من الجرائم تجاه أمن ومستقبل الأردن تجاه اقتصاد وتجاه مواطني وبالتالي عليهم أن يتحملوا مسؤولية وأن يقوم القضاء بمسائلتهم ومحاسبتهم على هذه الجرائم الأردن لا يحتاج إلى هذا الغاز ولا بأي شكل الأشكال اليوم الأردن يعني يولد كهرباء فائضة عن حاجته لديه من مصادر الطاقة وخصوصا من ميناء الغاز المسال مضافا إلى الطاقة الشمسية طاقة الرياح الصخر الزيتي وغيره ما يفيض عن حاجته فيما يتعلق بالطاقة الدور الذي يؤديه مجلس النواب في الرقابة على قرارات الحكومة والمصادقة عليها تسعى الحملة إلى توظيفه لوقف تنفيذ الاتفاقية والضغط على الحكومة في هذا الجانب حاولت الحكومة التضييق من الخيارات المطروحة أمامنا عبر القرار الأخير الذي صدر عن المحكمة الدستورية والذي يقول بصراحة بأن هذه اتفاقية بين شركتين وأن هؤلاء من أشخاص القانون الخاص وبالتالي هذه الاتفاقية لا تمثل الحكومات أو دول وبالتالي لا يحق لمجلس النواب المطالبة كما طالبنا في الجلسة بإرسال هذه الاتفاقية كمشروع قانون يتم إلغاءه أو إقراره من قبل مجلس النواب الإخبار الذي ستقدمه الحملة إلى مدعي عام عمان يعد الخطوة الأخيرة التي ستتخذها لوقف تدفق الغاز إلى الأردن من إسرائيل بداية العام المقبل ومنع وضع 40% من كهرباء المملكة تحت السيطرة الإسرائيلية إضافة إلى منع دفع 10 ملايين دولار لإسرائيل موسيقى